أطلق محافظ الإسكندرية محمد الشريف مؤتمرا لمبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية وذلك في إطال رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية والاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 وثمن محافظ الإسكندرية خلال كلمته جهود الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة كما أكد الشريف على أهمية المشاركة المجتمعية والتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور الأسكندرية بالشكل الحضري اللائق وبما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة موجها بأهمية تكسيف الحملات التوعوية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبعية